أثار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية والأعلامية إذ اعترض عدد من الصحفيين على بعض مواد المشروع وأبرزها الحبس الاحتياطية ووصل الأمر إلى توقيع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على بيان يرفض القانون على الجانب الآخر يرى البعض أن التشريع المقترح جاء متوازناً وبه عدد من الإيجابيات أبرزها استجابة مجلس النواب لتوصيات الجماعة الصحفية في بعض المواد ومنها المادة 110 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى الاختصاص السابع عشر من اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الذي يعطي الهيئة الحق في إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتدت حاجة العمل فضلا عن المادة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة حيث تم تداركه بالتعديل وأصبح الترشيح من بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة واعتماد الهيئة الوطنية للصحفة في الوقت ذاته سادت حالة من الجدل حول المادة الواردة في مشروع القانون المتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية التي تنص على اختيار عدد من الأعضاء من داخل المؤسسات وعدد من خارجها إذ يرى فريق أن هذا التنوع لصالح المزيد من الحوكمة للمؤسسات القومية والأداء رشيد في حين رأى فريق آخر أن المادة تحول المؤسسات الصحفية إلى شركات ويرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القانون له مهمتان أساسية هما ضبط الأداء الأعلامي في كل وسائل الإعلام قومية كانت أو خاصة وتدريب الأعلاميين والصحفيين بغض النظر عن مكان عملهم كما أنه من المهام الأساسية التي سوف يبدأ بها المجلس المواقع الإلكترونية التي أوكل إليها القانون مهمة الترخيص لها وترى لجنة الثقافة والأعلام في البرلمان أن القانون جيد في مجمله لأنه حضر فرض رقابة على الصحف وحضر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها وأنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي والأعلامي سببا في مساءلته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته فإلى أين تنتهي هذه المعركة؟ سؤال ستجيب عنه المناقشات تحت القبة